بالتأكيد مباراة الأهلي وساندونز اللي جاية مباراة مستهلة ورغم الفوز اللي يمكن يحط كتير في مصصحة النادي الأهلي ويسهل عليه على أقل من ناحية المعنوية المواجهة اللي جاية لكن تبقى المباراة لأنه فريق ساندونز اللي بشوف أنه فريق من الفرق الأفريقية اللي بتلعب كرة برازيلية كرة محترمة جدا وحضراتكم تابعت وشفتم مستوى الفرق هنا بتأكيد الفرقة اللي جاي تلعب مع النادي الأهلي وجاي تهجمه على أرضه وعلى ملعبه في استاذ القاهرة أو الملعب الأهلي والسلام وجاي تلعب كورة على أرضه وتوصل وهي بالتأكيد في المراحل كتير جدا من عمر المباراة كانت بتمثل خطورة وتهديد كبير جدا على مرمى النادي الأهلي بيأكد أن الفريق ده في ملعبه ومش هيكون يعني زي ما بنقول كده لقمة سائغة لنادي الأهلي لكن الحقيقة يمكن مع نويات لعبتنا في السماء في مكسب 2-0 يصبف مصطحاتها بشكل كبير جدا خصوصا وأعتقد ده اللي هيلعب عليه مستر موسيماني لو قدرت فرقة النادي الأهلي أنها تحرز هدف أعتقد في الحالة دي هتصعب بشكل كبير جدا من مهمة سانداونز اللي هيكون فيه حاجة في الوقت ده أنه هو يحط أربعة تجوال خلينا نتكلم على تقييم أداء لمستوى النادي الأهلي في مباراةه الأخيرة والأهم من ده أن نحن نتكلم كمان على المتوقع والمنتظر في مباراة سانداونز يوم السبت المقبل مع واحد من ألمع نجوم النادي الأهلي السابقين كابتن أشرف مبضوح ضفنا النهاردة في السادسة مساء خيري كابتن أشرف مساء الخير أحمد سعيد بوجودي معاك يعني كل توفيه إن شاء الله للنادي الأهلي في مباراة القادمة بإذن الله إن شاء الله بإذن الله خليه يبتدي معاك من مباراة القاهرة الأول مباراة كنا حطين إدينا على قلوبنا وكثير من جماهير النادي الأهلي كانت خايفة ومتوجسة من مواجهة سانداونز لأنها مباراة جاية في ظل غيابات كتير وفي ظل مرحلة كان فيها إجهات شديدة جدا على النادي الأهلي وتوالي مباريات في البطولة المحلية وكان أيضا كمان حقيقة اللي يمكن يزود شوية من جرعة القلق إنه كان في بعض النتائج الغير مرضية في بعض المباراة النادي الأهلي لكن قدر نادي الأهلي إنه يكون قد التحدي وحضر رجال الأهلي في المباراة وقدرنا نحسامها بنتيجة 2-0 بتشوف إيه اللي يحسب لفرقة النادي الأهلي ويحسب لمسر موسيماني في مباراة الزهاب في الحقيقة يعني أنت جمعت كل النقاط المهمة جدا اللي كنا نحنتكلم فيها في إنه النادي الأهلي الفترة الأخيرة تحت ضغط شديد جدا جدا من قبل حيث المباريات الكتيرة جدا متعددة الفترات اللي فاتت ضغط المباراة كل يومين أو ثلاثة بتلعب مباراة تسع أو عشر مباراة أعتقد لغاية ما وصلنا لسانداونز غيابات كتيرة ومهمة يعني مش بس كتيرة ولكن الناس ليه متخوفة يعني خلانا نتكلم بصراحة احنا طبعا في بيتنا في النادي الأهلي دائما بنتكلم على مصلحة النادي الأهلي الناس متخوفة لأنه النادي الأهلي دائما وأبدا بيلعب على البطولة مظبوط بنافس مش بس مشاركات النادي الأهلي حصل على هذه البطولة تسعة مراته بس على العشرة بالتأكيد الناس متخوفة لأنه النادي حسة أنه دكة البدلاء ضعيفة مش على قدر المستوى اللعبين الأساسيين في بعض اللعبين الأساسيين ابتعدوا شوية عن مستواهم النتائج السياءة شوية في الفترة اللي فاتت نتيجة الضغط المباراة كمهور النادي الأهلي في كل الوطن العربي متخوف بالتأكيد على النادي الأهلي ولكن دائما وأبدا زي ما تقولت أحمد وزي ما دائما بنقول النادي الأهلي بمن حضر والنادي الأهلي دائما في ظل هذه المباراة الصعبة بتلاقي روح الفنيلة الحمراء دائما بتظهر في هذه المباراة القوية ساندونز من أقوى الفرق الأفريقية في هذا التوقيت تحديدا متفق معك في دي بدنيا وزهنيا وفنيا شفنا مباراة صعبة جدا خلال حتى دور المجمعات أو دور المجمعات ساندونز أربع مباريات فوز وتعادل واحد وهزيمة واحدة 13 نقطة 10 أهداف يعني دخل مرموعة عدد أولي من الأهداف وبالتالي كل خطوطه سواء الدفاعية أو فقات الوسط أو الهجومية من أقوى الخطوط الموجودة في دوري أبطال أفريقيا هذا الموس وبالتالي أنت بتواجه فرقة صعبة جدا جدا وقوية جدا جدا على كل المستويات اتفاقنا هيها ذهنيا وبدنيا وفنيا في ظل تراجع شوية في المستوى ضغط مبارات كبير جدا جدا على لعبتنا غيابات مهمة ومؤسرة وبالتالي كان فيه تخاوف شديد جدا جدا على النادي الأهلي في هذه المباراة ولكن ما يحسب للنادي الأهلي وما يحسب لمستر موسيماني أنه بيلعب المباراة كأنها نهائي هذه البطولة بتشوف روح قتالية عالية جدا جدا حتى لو فيه أداء فنيا ضعيف شوية ولكن ما يعوده هو روح فلن الحمراء داخل نقطة دي تحديدا كابتن أشرف تحسب لموسيماني ولا على موسيماني؟ شوف بتحسب دائما وأبدا للعبين ولكن مستحيل أنك تقدر تنكر أن الجهاز الفني والجهاز الإداري لهم دور كبير جدا جدا في تجهيز اللعبين قبل المباراة وأثناء المباراة تحفيزهم بالتأكيد لعب النادي الأهلي ليس محتاج تحفيز ولكن تجهيزه نفسيا قبل المباراة وأثناء المباراة وبتعاده شوية عن الضغوط خاصة العصبية والنفسية اللي بتبقى موجودة في سوشال ميديا وضغط الجماهير اللي موجود بالتأكيد دور الجهاز الفني والإداري بكبت سيد عبد حفيز بالتأكيد لهم دور كبير جدا جدا مع اللعبين أعتقد أنهم نجحوا بشكل كبير جدا عايز أقول أنه الناس لسه متخوفة والناس لسه ألأنى على نادي الأهلي نتيجة الأداء شوية بعيد عن مستوى فريق نادي الأهلي كرة النادي الأهلي يعني حتى نتكلم فنيا شوية الأداء بعيد لكن على مستوى النتائج بالتأكيد نادي الأهلي ماشي بشكل رائع خليكم برضو متابعيننا وكلامنا مع كابتن أشرف ممضوح مستمر والنهاردة هنعلن عن نتيجة الاستفتاء تصويت حضراتكم على أفضل لعاب نادي الأهلي في مطشين مطشين كانوا مهمين جدا وكانوا استعداد كويس جدا أعتقد لمطش سانداونز هما مطش الاتحاد وبعده مطش الزمالك بس قبل ماجي الجزئة دي ببقى أنه كابتن أشرف دخلنا فكرة بعض اللعابين اللي شوية ممكن يكونوا بعدين عن المستوى وأنا يمكن اتكلمت مع حضراتكم في بداية الحلقة خليني أطرح ده على كابتن أشرف واسمع برضو وجهة نظرة ومن ده نروح للسيناريو المتوقع إزاي الأهلي يلعب مباراة بريتوريا مباراة هتكون صعبة سانداونز بالتأكيد ما عندوش حاجة يخسرها هيلعب بكل قوته وهيفتح خطوطه أعتقد من البداية 2-0 سكورتي إيل ومحتاج أنه يحاول أنه يسجل بدري عشان يحاول يقرب النتيجة شوية لكن خليني أقول لك الطرح اللي أنا كنت أتكلم فيه ويمكن ده اللي اتفع عليه كابتن أشرف أغلب جمهور جنادي الأهلي أنا أعتقد أنه فيه إحراس المرمى وفيه الدفاع ما عندناش مشاكل كل ما هو قلب ما عندناش مشاكل كل ما هو أطراف فيه مشاكل بدر وربيعة وحتى ياسر لما بينزل أعتقد بيقدموا مستوى مطمئن جدا الشناوي من مراهم طبعا واحد من أهم عامل الأمام بالنسبة لجمهورنا دي الأهلي ديانج سليا أكرم التلاتة لغاية محمد يرجع أعتقد برضو في نص المرعب أيمين بالدور بشكل كبير جدا وحتى في الهجوم أعتقد أنه شريف أيم بدور كواس قوي والجمهور راضي عنه بشكل كبير لما نيجي نتكلم على الأطراف أيمن أشرف ومحمد هاني اتنين من أفضل لعابة النادي الأهلي لكن من بعد ما رجعوا من الإصابة خليني أقول لسه مش فورمة لسه ما استعدوش مستوهم بشكل كبير وقدام الأطراف ما زالت الجماهير مش راضية إلى حد كبير جدا في ظل كمان وضوح أنه مستر موسيماني نفسه مش مستقر بشكل كبير على ثبات التشكيل في الأجناحة وجد نظرك في الظروف دي تلعب إزاي ماتش سانداونس في بريتوريا وهي هو التشكيل أمثل كمان أنا هاخد من كلامك في الآخر أنه موسيماني مش قادر يثبت التشكيل وده وضع طبيعي جدا طبيعي جدا لأنك بتلعب عدد مباراة كبير جدا في وقت قليل جدا مستحيل يكون الـ 11 لعب فقط أو الـ 13-14 لعب اللي بتشارك بيهم خلال المباراة اللي فاتت يكون عنده سبات في التشكيل لابد أن يكون فيه روتيشن لابد أن يكون فيه تدوير عشان تقدر يبقى عندك ماتيريا أكبر أو مساحة أكبر لإشراك عدد كبير من اللعبين وده دي النقطة المهمة جدا جدا أحمد اللي لازم النادي الأهلية يستفيد منها في هذا التوقيت تحديدا ضغط المباراة اللي فات خلانا نعود شوية أننا بعض اللعبين يسترجعوا مستوىهم تاني يعني طهر محمد طهر ابتدى مستوى يعود أفشم اللعب الكتير والاستمرار ابتدى يعود بشكل كبير رامي ربيعة كان بعيد جدا جدا ابتدى يعود مرة تانية لسبال التشكيل وأعتقد أنه قدم مستويات مميزة جدا ساعة سمير لما شارك في المباراة اللي فاتت يمكن 3-4 مباراة أعتقد كان مستوى مميز جدا أعتقد أن في بعض اللعبين يبتدى مستوىهم يعود بشكل كبير نتيجة أكرم توفيق بالتأكيد شفنا حمود وحيد شفنا بيكم كمان يعني أعتقد فيه مجموعة كبيرة من اللعبين يبتدت يعني تدخل شوية في الصور ولكن النقطة الأهم اللي بنكلم عنها في ظل هذه الظروف أنه النادي الأهلي لابد أن يكون على الأقل عنده عشرين لعب جاهزين بنفس المستوى دي بتدي خطورة في إيه أنه يكون عندي خلاف في هيحصل مشكلة صحيح لمسيماني في أنه لما يكون عندي عشرين لعب جاهز يكون عندي مشكلة كبيرة في إشراك مين ومين يقعد بره ولكن مشكلة لطيفة ولكن مشكلة مفيش أحسن من كده لأني لما بشارك في أربع خمس بطولات في الموسم ومطالب مني الأربع خمس بطولات أعتقد أنه لابد يكون عندي عشرين لعب مفيش نقاش في ده أتمنى أنه الموسميني في الموسم الجديد يكون عنده ودي نقطة مهمة جدا أعتقد أنه الجميع متفق عليها لابد أن يكون عندنا على الأقل عشرين لعب من أو كل اللعبين جاهزين النادي الأهلي هو الأكبر في أفريقيا النادي الأهلي هو نادي القرن النادي الأهلي هو اللي بيحصل على بطولة أفريقيا والنادي الأهلي هو أكبر نادي أفريقيا ومتشارك عالميا دلوقتي كمان أمقاريا وبالتالي أنت محتاج على الأقل عشرين لعب يكونوا جاهزين بشكل كبير في الفترة اللي جاء صلاح محسن محتاج يأخذ فرصة بشكل أساسي صلاح محسن بالتأكيد شايف أنه يأخذ من البدايات ولا زي ما مستر المسلماني بيتعامل معه لأنه ورقة ربحة كده طيب خليني أرجع معك شوية لفترة ما قبل ده وليد صلاح الدين كان واحد من أهم اللعبين في النادي الأهلي نظبوط وليد كان بيشارك في ربع ساعة تلت ساعة نص ساعة ولما جمهور ينده وكان من أهم يعني الفترة دي أنا أنا عصرتها في النادي الأهلي كان من أهم اللعبين اللي بيعتمد عليهم أي مدير فني يبقى موجود لعيب بديل ولكن عنده مميزات كبيرة جدا بيقدر يغير نتيجة مباراة صاحب قرار داخل الملعب صلاح محسن عنده ده واللي عجبني أكتر في صلاح محسن دلوقتي أنه بقى عنده الدفع صلاح يبقى مصدق أول أنك إنت لما قردت أو شبهت اخترت واحد يعني طبعا وليد صلاح الدين من أهم اللعبين أنا شايفه المهارين اللعبين أكتر لعيبة التعشقها جميلة دي بالتأكيد صلاح عنده عنده مميزات مهمة جدا فنية عنده حلول داخل الملعب بيعجبني أكتر دلوقتي أنه ابتدى يبقى عنده الحافظ أنه يعود بمستوى بدني لأنه كان بعيد جدا عن المشاركة مع النادي الأهلي وبالتالي كان بدنيا بعيد ذهنيا كمان بقى ذهن وحاضر بتشوف اللعب اللي يقدر ينزل في وقت قليل جدا عشر داي ربع ساعة تلت ساعة ويكون صاحب قرار ويقدر يغير نتيجة مباراة بتأكيد إمكانياته كبيرة جدا أتمنى أن صلاح محسن يستمر على ده لأنه يكون من أهم اللعبين إن شاء الله في النادي صلاح وطاهر واضح أن هم بيقربوا يعني أنا بتابع طاهر حتى من قبل ما ينضم النادي الأهلي كنت بتابعه مع المقاولين بشوف أنه لسه كمان عنده كتير قوي عنده إمكانيات كبيرة جدا وبيتطور مستوى ماتش بعد الثاني نتمنى أنه يستمر على ده صلاح الحقيقة ماتش الزمالك وماتش سانداونز قد مستوى كواس جدا في الوقت شوف أنا كنت قلت في فترة من الفترات أن صلاح محسن يمتلك إمكانات كبيرة جدا ولكن ابتعاده عن المشاركة عن المبارات هتؤدي في النهاية إلى ابتعاده عن النادي الأهلي تماما ولكن عودته مرة تانية وده تصحيح لما قلته قبل كده أنه قدر أنه يعود مرة تانية بنفسه داخل الملعب ويثبت وجوده من خلال مشاركته في التمرينات من خلال مشاركته في المبارات يعني عنده الحافز المهم جدا أنه يشارك معناه لها الفترة الجاية وبالتأكيد يعني إن شاء الله يكوني اعتماد كبير جدا على الفترة الجاية آخر فاصل هروح لي سريعا جدا وأرجع أكمل كلامي مع كابتن أشرف موضوح ونعلن نتيجة ماتشين النادي الأهلي مع الاتحاد والزمالك فاصل ونرجع لحضراتكم أهلا بحضراتكم مرة تانية فضل لنا ماتشين في خمسة يعني شهر خمسة فضل لنا مواجهة سانداونز ماتش العودة ونرجع بعدها أو محتمال ما نرجعش نطلع على طول عشان نلعب باطش السوبر إفريقيا إن شاء الله مع نهضة بركان الحقيقة يمكن اتنين من لعبة النادي الأهلي مسيطارين سيطرة كاملة على اختيارات الجمهور في ماتشاط شهر ماي خلينا أفكركم إحنا لعب الشهر في ديسمبر كان علي معلول شهر يناير كان وليد سليمان شهر فبراير كان محمد شناوي شهر مارس كان محمد شريف وشهر أبريل كان إليو ديانج لغاية النهاردة الأهلي لعب ثلاث أو أربع ماتشاط محلة اتحاد زمالك وزي ما قلت لحضراتكم النتائج في الثلاث ماتشاط دول متشاب النهاردة هنعلن لحضراتكم نتيجة استفتاءة الجمهور على أفضل ثلاث لعبين في ماتش الاتحاد والزمالك والاتحاد هبتدي الحقيقة بالاتحاد الاتحاد كانت مباراة الأهلي استعاد فيها رونقه بشكل كبير جدا خصوصا بعد التراجع في المباراة اللي قبلها على طول كان ديانج الحقيقة هو صاحب المركز الأول باكتساح شديد جدا وكان بفارق كبير جدا على كل الأسماء لنفسته على صدارة أفضل اللعبين في المباراة دي وراء ألي ديانج كان محمد مجدي أفشا واحد من أكتر اللعبين ثبتا في المستوى في الفترة الأخيرة وقدر ياخد نقطتين نتيجة حصوله على المركز الثاني وفي المركز الثالث كان اختيار الجمهور للسلطان بدر بنون عشان يكون صاحب المركز الثالث كأفضل تالت لاعب في مباراة الاتحاد وبكده كل واحد منهم بيضيف لرصيده ديانج تلاتة أفشا اتنين بدر بنون واحد مش هقول لحضراتكم جدول الترتيب العام إلا لما ندخل على مطش الزمالك ودي كانت آخر مطشاط الندي الأهلي في بطولة الدوري العام قبل ما يلعب أو يفتح ملف بطولة أفريقيا في مباراة الزمالك كان أفشا هو نجم المباراة في حالة استفتاء تاريخية لم تشهدها أي مباراة من مباراة النادي الأهلي منذ بداية الموسم بما فيها مطشاط بطولة كاس العام الأندية كمل تصويت في صفحات الموقع عن التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك وتويتر وإنستجرام كان تاريخي الحقيقة وكان فيه دويتو أكتر من رائع جمع بين أفشا وديانج لكن أفشا قدر أنه يحسم المنافسة لصالحه واحتل المركز الأول في المباراة دي جاء في المركز الثاني وراء أفشا وفي المركز الثالث كان حارس المرمى محمد الشناوي اللي قلت في بداية الحلقة النهاردة أنه الحقيقة حمد الله على السلامة لأول مرة بنحس أنه ده الشناوي من ساعة ما رجع من صدته نتمنى أنه يستمر في نفس المستوى رأيك في اختيارات الجماهير كابتن أشرف شايف أنها اختيارات يعني موفقة جدا يعني أنا شايف أنه تحديدا أربع أسماء اللي تكلمت عنهم معهم ثلاث أسماء ديانج أفشا الشناوي ومعاهم عمر السلية أنا شايف أن الأربع أسماء دي تقريبا فيه ثبات في المستوى بشكل كبير جدا بشكل رائع جدا يعني لو تكلمنا عن أداء النادي الأهلي أو عن نتائج النادي الأهلي هنكلم عن تحديدا الأربع دول طيب أنت كلامك ده منطقي جدا جدا ومرتبط بالأرقام لأنه نتيجة مطش الاتحاد والزمالك غيرت في جدول الترتيب العام لأول مرة من فترة طويلة يعني الشناوي الحقيقة من فبراير يمكن وهو تقريبا متصدر جدول الترتيب العام وكان بفرق كبير جدا على اللعيبة اللي كان بتيجي وراء منه سواء مركز ثاني أو ثالث أو رابع لكن لأول مرة بيحصل تغيير في جدول الترتيب العام وبيتصدر جدول الترتيب أليو تزينج اللي بيصل عدد نقاطه أو رصيده من النقاط لتلاتة وعشرين نقطة بيتخطى بيها الشناوي اللي كان محافظ على الصدارة برصيد عشرين نقطة بيجي وراء محمد الشناوي في المركز الثاني برصيد واحد وعشرين نقطة بعد ما خد نقطة طبعا أضيفت لرصيده في مباراة الزمالك بيطلع في الترتيب محمد مجدي أفشى عشان يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب العام برصيد سبعتاشر نقطة بدر بانون في المركز الرابع خمستاشر نقطة محمد شريف بيتراجع برصيد خمستاشر نقطة للمركز الخامس أيمن أشرف برصيد حضاشر نقطة علي معلول تسعة أكرم توفيق تسعة وتتوالى الأسماء عشان الجدول طبعا طويل جدا وعشان وقتنا دول الأسماء اللي بتحتل صدارة المشهد في الموسم الحالي أنا شايف أنهم ما استحقوا لأنه شوية في ضغط كبير جدا أو تخوف بلاش نقول ضغط لأنه جماهيري النادي الأهلي زي ما قولنا ودائما متفقين على ده عايزة النادي الأهلي في أحسن صورة عايزة النادي الأهلي مش بس نتائج لا أداء كمان وجماهيري النادي الأهلي تستحق ده لأنا شحق دايما فرقتها أنه عايزة تشوف النادي الأهلي في أفضل صورة فنيا وبدنيا وزهنيا وعلى مستوى النتائج كمان وبالتأكيد اللعيب النادي الأهلي الموجودين حاليا اتعرضوا لضغوط كبيرة جدا فترات اللي فاتت بدنية نتيجة ضغوط المباريات كل يومين ثلاثة مباراة وبالتالي أنا شحق فعلا بشكرهم بشكرهم لأنهم قدروا أنهم يحافظوا على المنافسة بشكل كبير سواء محليا لسه ثلاث مباريات مؤجلة إن شاء الله أنا هتخطاهم إن شاء الله ونصل فوق المتصدر نالي الزمالك هيبقى 49 نقطة إن شاء الله إن شاء الله فوز مهم جدا وكبير أنا شايفه كبير جدا 2-0 على سانداونز كان مفوضي بقى 3-4 والله أنا شايف كده ولكن المباركات صعبة جدا الحقيقة وسانداونز استحوز شوية وكانت فرصه أخطر ولكن قدر النادي الأهلي إن شاء الله يكون خير يعني بشرة خير إنه يتخطى المباراة الأولى بنتيجة كبيرة جدا أنا شايفها كبيرة جدا في المباراة الأولى هنا في مصر إن شاء الله مباراة العودة إن شاء الله إن شاء الله هفكركم إن شاء الله هتكون بإذن الله إختيارات الجمهور من بداية السيزن في كل المساوئات منطقية والحقيقة يمكن مفيش خلاف يعني ديانج مركز أول شناوي مركز ثاني أفشة بدر محمد شريف أيمن أشرف علي معلول أكرم توفيق دول أكتر لعيبة دول التمانية الأوائل في جدول التلطيب العام اللي مفيش خلاف في الجمهورة على مستوى على أداء هم وثبات المساوئة خلي بالك أحمد مهم جدا جدا أن يكون عندك ثبات في المستوى الفترات طويلة يعني الناس كثيرا بتتكلم عالميا مثلا بتكلم على ميسي سنوات طويلة جدا جدا في ثبات في المستوى ما بينزلش يعني لو نزل بينزل حاجة بسيطة جدا وبيعود مرة تانية بسرعة جدا تعال لي بقى في الثبات في المستوى عشان أنا أخذ رأيك في تسعة وعشر تسعة كهرباء كهرباء كان ماشي زي الصاروخ فترة طويلة يعني وليد جامع 8 نقط من 13 مشاركة بتتكلم على أليو جانج صاحب المركز الأول 23 نقطة من 29 مشاركة ففي فرق كبير في المشاركة لكن كهرباء والسؤال الحقيقي مش بس الكهرباء كمان الكهرباء والشحات لو مش دلوقتي وده بيدفع الحب الحقيقة وبيدفع أنه يعني احنا شوفنا منكم اللي ورينا الحقيقة إمكانياتكم احنا مش مش مستنيين حاجة مشوفنا هاش احنا شوفنا المستوى الحقيقي وخصوصا في اللحظات الفريقة والمهمة من الشحات ومن كهرباء والسؤال لكم والكابتن أشرف ممضوح لو مش دلوقتي امتى يعني لو مش في اللحظة دي والموسم بيقرب والمواجهات المهمة والفاصيلة بتزيد لو مش دلوقتي هيكون امتى يعني العمل الوحيد اللي ممكن يدي ثبات في المستوى طالما بنتكلم على إمكانيات لعب فنية وبدنية وزهنية خلاص إمكانيات اللعب نفسها موجودة العمل الوحيد اللي يخلي فيه ثبات في المستوى هو التركيز التركيز الدائم انا شايف ان مثلا محمد صلاح كنموذج لكل اللعبين المصريين الفترة الأخيرة ما عندوش تشتيت ولا واحد في المية خارج كرة القطر انا شايف ان تركيزه الدائم خارج الملعب وداخل الملعب وخلي بالك خارج الملعب دي مهمة جدا جدا كمان في تمريناتك في أكلك في شربك في نومك في علاقاتك في سفرك في تركيز دائم في كرة القدم اعتقد ان ده هو العمل الوحيد اللي بيدي رغم ان سيزن كمان الأخير يعني ده فصل لكلامك حالة التركيز وحالة السبات في المستوى رغم ان سيزن الأخير كان فيه عواصف كتير جدا بنسبة اللاعب زي محمد صلاح مشاكل توتر علاقات علاقته بيورجن كلوب علاقته بالنادي ليفربول كلام على انه هيمشي لا مش هيمشي قاعد لا ماشي كل ده كلام مهم ولكن تركيزه فين لما بينزل الملعب خلاص انتهى كل نهاردة ليه وفردن طبعا نجم دفاع ماشيستر ينايتد كان ليه تصريح النهاردة بيقول فيه انه محمد صلاح لم يلقى يعني الاستوى المقبول من الاحسرام في نادي ليفربول اعتقد ان صلاح نموذج مهم جدا جدا في في سبات المستوى وفي التركيز الدائم بيتنفس كرة القدم وده مهم جدا لو كلمنا عن كهرباء حفصل شوية عن حسين الشحيات لانه الشخصيات مختلفة او الكراكتر مختلف كهرباء محتاج تركيز اكبر بكتير جدا من اللي هو فيه حاليا محتاج يركز في تدريباته في في حياته الشخصية عشان يقدر يعود بالمستوى مرة تانية لان كهرباء واحد من اللي عمين مهمين جدا جدا الحياة في مصر حسين الشحيات انا شايف انه بتاعت شوية يعني متزبزب شوية بنشوف حسين يصل لتمانية من عشرة مثلا وشوية نشوف تلاتة اربعة او خمسة وده وده الحياة بيدي بيديش اللعب استمرارية في تطوير مستوى في تطوير مستوى وفي ثباته وفي تشكيل فرقته خاصة انه زي ما تكلمنا دايما النادي الاهلي محتاج لعب بمواصفات خاصة بمواصفات مش بس بدنية لا فنية زهنية مواصفات شخصية كاراكتر احنا شفنا قدية احمد انا هدي مثال كمان من داخل النادي الاهلي شفنا افشا والشناوي انا شاف الاتنين دول حيات حديدا مستوىهم ارتفع بنسبة لا تقل عن 70-80% طفرة طفرة في المستوى الشناوي من من مستوى بعيد جدا لمستوى ثابت مع النادي الاهلي مع منتخب مصر واصبح حالس الاهلي قاعد فترة طويلة فترة طويلة جدا سبات في المستوى بشكل رائع جدا يمكن الغلطة الأخيرة بس اللي الناس تكلمت عنها ولكن ده وارد جدا ولكن قدر يعود بها مرة تانية ودي الشخصية اللي بنكلم عنها كاراكتر اللاعب هو اللي بيقدر يعود بيه مرة تانية لسببات المستوى افشا تطور رائع جدا جدا في المستوى الفني مستوى الشخصية داخل الملعب مستوى انه خلاص اصبح صاحب قرار داخل الملعب لو شفنا افشا في مبارات الزمالك انا بشوفه واحدة من افضل مبارياته حتى مش مبارات الزمالك القاضية لا شايف مبارات الزمالك الاخيرة دي مش تتطور انت بتشوفش افشا بيدافع عند خط مرمانة وبتشوفه في نفس يمكن سانيتين تلاتة بشوفه في خط الهجوم الهجوم يبنادي الاعجي تطور رائع جدا على خصوة الفني المنافس بالاضافة بقى طبعا بالاضافة كمان الى المستويات الفنية اللي بيقدمها داخل الملعب وصناعة اللعب يعني اصبح الحياة مقفشة لعب متطور بشكل رائع جدا جدا في النادي الاعلي كهرباء محتاج يركز بشكل كبير جدا حسين الشحات تركيزه داخل الملعب وفي مستوى الفني وتطويره لنفسه اعتقد ان ده مهم جدا جدا عشان يبقى داخل النادي الاعلي وداخل تشكيل النادي الاعلي ولكن في النهاية انا شايف انه لعب النادي الاعلي الفترات اللي فاتت رغم كل الضغوط اللي موجودة ورغم اعترفنا احنا كدعمين النادي الاعلي وكمحبين النادي الاعلي وكجماهير النادي الاعلي في كل مكان اعتقد ان النادي الاعلي قدم مستويات رائعة جدا جدا محتاجين مستويات فنية شوية نقدم يعني مستوى فني شوية مع النتائج المقدمة من النادي الاعلي ولكن ان شاء الله بعدين الضغوط البدنية نتيجة الضغط المباراة أعتقد هتقل في الفترات اللي جائعة بداية من المطش والسان داونز كنت بقول الأول مرة مش زمان جداً ما بنعمطش كل أسبوع ودي في حد ذاتها نتنفس شوية أه أعتقد أنه ده ممكن يدي مساحة شوية للعبين ومسلمين إن شاء الله أنهم ما يقدروا يعودوا مرة تانية للمستوى الفني المميز اللي كان ظهر على النادي لها ليابلك التاريخ الأنسب والتشكيل الأمثل من وجهة نظرك اللي تلعب به مطش العودة في بريتوريا وخصوصاً إن أنا زي ما كنت أتكلم إنه كرة سان داونز كرة محترمة صحيح فرقة محترمة تداش تقول فيه نجوم يعني برزة قوي لكن تحس إنه الفريق كله فيه حالة الانسجام والتفاهم والتناغم اللي جعلوا بيها كرة حالة اللعب الجماعي دي ودي واحدة النهاردة يعني مدرسة النهاردة متفرجع على باب جواردجولا أنت بتشوف فرقة بتلعب تقريباً بدون مهاجم صريح يعني بتهالي جواردجولا بنزل طريقة لعب جديدة السوق السناني بيلعب بدون مهاجم صريح حاطة أجويرو حاطة خصوص على الدكة بيلعب بمهاجم واهمي غالباً بيبقى رحيم ستيرلينج أو برناردو سيلفا أو فاضن في الفاضن والفرقة كلها هي نجب الفرقة كلها بتلعب بحالة انسجام ودي طريقة خطيرة جداً على فكرة يعني أرهق بيها عمالقة أوروبا بما فيهم باريس سان جورمانس سانيدي بيقدم كرة مختلفة وده اسلوب لعب سان داونز بشكل كبير وهجمك جهنة طمعان فيك وهجمك ولعبك على أرضك بغرض انه يسجل فيك وكانت قطيحت ليه فرص خطيرة كان ممكن انه هيسجل تلعب معاه ازاي وهو على أرضه جريح عايز يرمج بكل تقلو عشان يعوض نتيجة القاهرة تسعين ديئة مهمة جداً الحقيقة للسان داونز وتسعين ديئة مهمة جداً جداً للعباتنا بالتأكيد مباراة زي دي في ظل المستوى الفني اللي وصل ليه لسان داونز وما شاهدناه في المباراة الأقيرة الاختراقات مش بس من العمق الاختراقات من الأطراف بيمتلكوا مجموعة من اللعبين بيمتلكوا إمكانيات فنية وبدنية مميزة جداً جداً الحقيقة أصحاب قرار داخل الملعب كمان شفنا تسديدات مهمة جداً جداً من خط وسط ملعب سان داونز بيمتلكوا مجموعة من اللعبين اللي بيمتلكوا سرعات كبيرة جداً جداً وبالتالي أنت بتواجه فريق أنا شايفه الحقيقة فريق بيلعب بطريقة جماعية بطريقة مميزة جداً جداً أو بشكل جماعي بطريقة مميزة جداً أعتقد أن غلق الملعب أو مساحات داخل الملعب عدم وجود فرصة للمساحات اللي كانت موجودة في خط وسط ملعبنا في المباراة اللي فاتت مش هقول الضغط على سان داونز هناك ولكن هقول تأفيل المساحات وغلق المساحات أكتر بشكل كبير جداً على الأطراف وفي العمق وده هيتطلب أن يكون مع السولية ومع ديانج أعتقد من وجهة نظر أنه ممكن يتواجه حمدي فتحي كمان حمدي صعب يلحب ماتش سنونز يعني يبقى أكرم يعني شايف أنه ممكن حمدي فتحي أو أكرم توفيق خلينا في أكرم توفيق أنه هو الأجهز بشكل كبير هذا ممكن يدي تبتدي التلاتة في نص الملعب أعتقد بشكل كبير جداً هيقفل المساحات على سان داونز لأنه شفنا طريقة الاستحواز أحمد شفنا الملعب سان داونز أو مباراتنا أمام سان داونز كان فيها استحواز بشكل كبير جداً في وسط الملعب وده إدهم مساحات كبيرة جداً هم يلعبوا على الأطراف ويختارقهم من العمق وكان فيه تسديدات خطيرة جداً على الشنوي حياء تقلق الشنوى في هذه المباراة سيد المرشباني سيبتدي المباراة مأمن أكثر مش هيبادر بالتأكيد مش هيبادر طريقة دا شك شفنا المبادرة دي في مطش الوداد يعني أنا فاكر جداً مطش الوداد وده كان واحد من أصعب المطشوات السنة اللي فاتت وكان مفتاح أنا بشوف أنه مفتاح فوز الأهلي بالعشرة كان مطش الوداد في المرأة صحيح صحيح فكرة المفاجأة والمبادرة مع الفريل كبير على ملعبه وعلى أرضه مش سيناديو أعتقد مع سنداونز صعب ليه؟ لأنه بتأكيد مسلمين يعني خلاص يعني عنده دراية كاملة بشكل كبير جداً لسنداونز عارف أنه الضغط على سنداونز هناك في الزل التوقيت نحن نلعب ثلاثة الظهر أعتقد تلاثة مزيد هيكون فيه درجة حرارة عالية جداً فيه سرعات وقوة يعني نحن تطمنا أنا أول سؤال نهاردة سألته الكريم وهو معنا من جنوب أفريق جو أخبره إيه؟ معقول قال لك الحمد لله جو معقول فيه درجة حرارة طبعاً لأنك تلعب الصبح ساعة ثلاثة دوبر يعني بس ما هيش درجة حرارة اللي زي أدغال أفريق ممكن نتخوف من هنا ولكن التوقيت مع المجهود والتوقيت ده والوقت هيفرق كتير جداً بتأكيد فبالتالي الضغط على مع فريق إزاي سنداونز بيمتلك الإمكانات البدنية دي والسرعات دي بالتأكيد هيكون فيه تخوف كبير جداً مع مرور الوقت أثناء المباراة لمستر موسميني فبالتالي أعتقد أنه هيتراجع شوية وغلق المساحات في وسط الملعب والأطراف أعتقد ده هيفرق كتير جداً في المباراة دي إن شاء الله تموحي الشخصي أو يا تموح كل الأهلوية أنك تروح هناك على الأقل سجل هدف بشوف أنه تسجيل الأهلي الهدف في ملعب سنداونز يحسم بشكل كبير سيصعب بشكل كبير جداً مهمة مهمة فرقة سنداونز لكن هتعمل ده إزاي وخصوصاً لو أنت السيناريو بتاعك هو اللي يمكن يكون أعرب للتطبيق يعني من مستر موسميني لابد في الحالة دي أنك تعتمد على سرعات صحيح مين من وجهة نظرك ممكن يكون العنصر الحاسم أو العنصر المفاجئة السرعات اللي ممكن يعتمد عليها مستر موسميني في نقل الهجمة أو تنفيذ هجمة مرتدة حطي للتشكيل كده بتاع المباراة شوف إحنا في المباراة اللي فاتت في ضغط المباراة دي لأنه كان من الصعوبة جداً أنك تقدر تنفذ كل التكتك بتاعك وكل النواحة التكتكية والخططية بتاعتك في زل ضغط المباراة تلعب كل 3 أيام أو كل تقريباً كل 3 أيام مباراة أنك تطلع بالكرة من تحت وبالتالي اتمرنا شوية في الندي الأهلي في المباراة اللي فاتت على الكرات الطويلة في العمر وعتقد أنها نجحت بشكل كبير جداً خاصة محمد شريط كمان بصراحة الناس مش مش مختنع مش مختنع شوف آه يعني في مثل بالبلد كده بيقول تكسبه إلعب ماشي وبالتالي أنت في مباراة حاسمة أنا شايف حاسمة الحياة لأنه فريس أندوز من الفرق الكبيرة جداً فأنا مصر على ده كمرحلة بالتأكيد الناس متخوفة جداً من طريقة اللعب والأداء النادي الأهلي ولكن على مستوى النتائج خلينا متفقين جميعاً مفيش خلاف المسلمين مع النادي الأهلي فرق كتير جداً وحق التارجت اللي كان مطلوب منه مببوض في هذه المرحلة انت بحتاج تلعب بطريقة تكسب بيها أو تخرب بيها بنتيجة إيجابية سواء تعيدل أو فوز إن شاء الله نقدر نحسم هذه المرحلة ونتخطى هذا الدول أعتقد أنه محمد شريف أعتقد أنه أفشة طهر محمد طهر في الخط الهجومي مع الثلاثة اللي تكلمنا عنهم عمر السلية وديانج وأكرم توفيق ثلاثة واثنين تحت محمد شريف وطبعاً الخط الخلفي متفقين أعتقد جميعاً رمي ربيع مع بدر بنون ومحمد هاني وأيمن أشرف ناحية الشماء أعتقد أنه إن دي الطريقة الأنسب في غلق المساحات ويكون عندك سرعات نكلم محمد طهر محمد طهر عنده سرعات محمد شريف عنده سرعات كبيرة جداً وحاسم في قراراته أفشة الحياة أصبح في الفترة الأخيرة ملهم يعني أنا شايف الحياة قراراته سليمة بالنسبة كبيرة جداً المسبس عنده أصبح تقريباً نادر جداً فأتمنى إن شاء الله أنه يعني الطريقة دي إن شاء الله يعني نقدر نغلق بها المساحات ونقدر نلعب بها الكرات الطويلة أو على الأقل هيكون عندنا استحواز أحمد وده مهم جداً غلق المساحات على ساندونز وإنك تقدر تستحوز في وسط الملعب هيقلل خطورة لعيب ساندونز على مرمى النادي الأهلي في المباراة القادمة يعني بتوقع أنها إن شاء الله مباراة صعبة لكن رجالتنا إن شاء الله قدر على تجاوزها بشوف أن أفضلية تنفوز في القاهرة تريحنا على أقل نفسياً ومعنوياً جداً وتصدر لهم هم حالة القلق والتوتر أتمنى بس أنه نستغل ده هيكون في مساحات طبعاً كلامك مهم جداً ولكن الضغط العصبي الأكبر على ساندونز مظبوط وبالتأكيد هيكون في أخطاء كبيرة جداً وهيكون في مساحات أكبر لأنه ما هي دي اللقطة اللي احنا بقى ندور عليه المساحات الكبيرة التي تبقى موجودة في خط دارهم خاصة ناحية الرايت وناحية الليفت عندهم الظاهرين عندهم الحياة طيرين بشكل كبير جداً بيلعبوا بشكل هجومي كبير جداً وبتالي يكون في مساحات في خط دارهم نتمنى كل التوفيل لرجالتنا إن شاء الله قدهوا قدود وإن شاء الله بإذن الله تكون خطوة جديدة في مشوار نادي الأهلي للنجمة العشرة دوري الأبطال الحلمة والبطولة الأهم بس سمتع بوجودك معنا دايماً كابتن أشرف وإن شاء الله بإذن الله نتقابل بعد المباراة ونبارك لك ونبارك لكل جماهير النادي الأهلي إن شاء الله على التأهل قبل النهائي إن شاء الله دايماً سعيد بوجودي معك كل توفيق النادي الأهلي إن شاء الله في المباراة قادمة ونسعى دايماً إن شاء الله بالبطولة العشرة بإذن الله سعيد بوجودك معنا نهارده وسعيد برجوعنا مرة تانية مع حضراتكم السادسة كل يوم هنتقابل بكرة ولسه في كلام عن مباراة اللي جاية وعن ردود الأفعال في جنوب أفريقيا بنفكر حضراتكم من يوم مباراة الأهلي وسانداونز والبوست موجودة على صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة لقناتنا دي الأهلي فيسبوك إنستجرام وتويتر مطلوب من حضراتكم تدخلوا تختاروا أفضل ثلاث لعابين من وجهة نظركم في مباراة الأهلي وسانداونز والبوستات هتفضل موجودة إن شاء الله لغاية لقاء العودة يوم السبت اللي جاي أشوف حضراتكم بكرة وتحياتي لكل جماعي للنادي الأهلي